لما بيقول كمان بالحق والمحبة كأنه بيهيأنا وبيحطلنا قاعدة للكلام أو لب الرسالة اللي جاي المحبة جماعة ما تعنيش أبداً إنها غير مميزة لا المحبة مميزة إحنا نحب كل الناس لكن في إطار الحق فاكرني بمثل البلدي يقول لك حبيبك يبلع لك الظلط واخد بالك لا أنا مش مطلوب إن أنا أبلع الظلط في المحبة بالعكس لأن المحبة في بعض الأحيان بتضطر إن هي تكون نشفة شوية عشان خطر تصلح المحبوب يعني أنا أو بحبه واحد ولقيت في إيده دمي هقول ده عشان حبيبي مش هفقه له الدمي لأ أنا لو بفهمه لي في الموضوع ده لازم يعني أحط مشرط واستحمل إن أحط مشرط في إيده عشان خطر الجسد كله يبقى صحيح بعد كده المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وعشان كده حتى حط الحق قبل المحبة صحيح لا حسن بدل في جو المحبة أبلع لك وأفوت لك وتغلط زي بعض بس بحبك لا بحبك لكن الحق أولا ثم المحبة وده في تمام التناسب والاتصاق مع إعلانه لطبيعة الله إنه نور أي قداسة وحق وفي المقابل محبة تمام